وفي آخر تطورات فرز أصوات الانتخابات الأمريكية حسم دونالد ترامب ولاية ميتشيغان المتأرجحة لصلاحه ليوسع الفارق بينه وبين هاريس ب292 صوتا مقابل 224 في هذا الإطار لعبت الوليات المتأرجحة دورا هاما في تحقيق هذا النصر لجمهوري حيث حزث ترامب حتى الآن أصوات خمس ولايات من أصل سبعة متأرجحة بينما لم تصدر نتائج الولياتين المتباقيتين بعد بعد مرسون انتخابي محموم حسم الانتخابات المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بعدد أصوات تجاوز ما يحتاجه في المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية كلمة السر في انتصار ترامب على نظيراته المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس هو حصد أغلبية مقاعد الولايات المتأرجحة بالمجمع الانتخابي ومنها جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكنسون الولايات المتأرجحة هي الأكثر تأثيرا في تحديد نتيجة الانتخابات حيث لا تتبع نمطا سابتا في التصويت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي مما يجعل هذه الولايات حاسمة في تحديد الفائز وكانت ولايات ميشيغن وبنسلفانيا وويسكنسون بمثابة الجدار الأزرق حيث أيلت المرشحين الديمقراطيين لجيل كامل لكن ترامب كسر هذا الجدار في انتخابات هذا العام للمرة الثانية بعد فوزه في تلك الولايات في عام 2016 لتمنح تلك الولايات السلاس خاصة ولاية بنسلفانيا أصوات النصر للرئيس المنتخب وتتمتع ولاية بنسلفانيا بمكانة استراتيجية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتعد محط أنظار المتابعين حيث ستكون النتائج في هذه الولاية حاسمة في تحديد الفائز بالانتخابات مما يجعلها تسمى بأم المعارك وفقا للمحللين وكما كان متوقعا فقد فاز المرشح الجمهوري بسهولة في ولاية فيرجينيا الغربية وهو الأمر الذي لم يكن مفاجئا إذ كان ترامب قد فاز بها في عام 2016 بنسبة 68.16% من الأصوات وفاز بها أيضا في عام 2020 وكذلك الحال في ولايتين كينتاكي وأوكلهما من ناحية أخرى وصفت صحيفة فينالشال تايمز المبالغ التي أنفقها المرشحان ترامب وهاريس على حملاتهم الانتخابية بالقياسية حيث أنفق المرشحان مبلغا قدره 3.15 مليار دولار مما يجعل انتخابات هذا العام هي الأكثر تكلفة في التاريخ وبحسب الصحيفة فإن هاريس تمكنت من جمع أكثر من 2.3 مليار دولار لحملتها الانتخابية وأنفقت منها ما يقرب من 1.9 مليار دولار فيما جمع المرشح الجمهوري دولالد ترامب 1.8 مليار دولار وأنفق منها 1.6 مليار دولار